أفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى وقد بلغنا الفصل السابع من الباب التالت من القسم الثاني وهو في هذا الفصل رحمه الله تعالى يتكلم عن كل ما يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم وينبغي أن يكون وصلة ورابطا للمؤمن بنبيه صلى الله عليه وسلم يقول المؤلف رحمه الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن إعظامه وأكباره إعظام جميع أسبابه الأسباب جمع سبب وهو ما يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم وكل سبب ونسب مقطوع إلا سبب النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه فهما متصلان إلى يوم الدين بحول الله تعالى ولهذا ينبغي أن تكون صلة المؤمن بنبيه صلى الله عليه وسلم قويا فيما يبلغه عنه من سنة وما يبلغه عنه من جهاد وما يبلغه عنه من دعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإكرام لأصحابه عليه الصلاة والسلام وتحبيب للخلق في هذه الرسالة التي بُعت بها خاتما إلى يوم الدين أكرام مشاهده وأمكنته من مكة والمدينة ومعاهده المعاهد جمع معهد والمراد به ما يتعهده النبي صلى الله عليه وسلم بالمجيء إليه أو الإقامة فيه نعم وما لمسه صلى الله عليه وسلم أو عُرف به نعم ورؤي عن صفية بنت نجدة قالت صفية بنت نجدة هي امرأة أبي محذورة مؤذن مكة الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح مكة ثم توجه إلى هوازن وانتصر في حنين وعاد إلى مكة وأبو محذور هذا حينما سمع المؤدن وكان عمره في رايعان الشباب نحو السادسة عشرة من عمره كان في مجموعة من شباب قريش حين سمعوا مؤدن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدن للصلاة صاروا يؤدنون مثله استهزاء به فأرسل نبي صلى الله عليه وسلم من يحضر أبا محذورة ومن كان معه وامتحنهم في الأذان ووجد أبا محذورة رضي الله عنه أهلا لأن يتحمل هذه رسالة فمسح على ناصيته ودعا له تلاتا بقوله اللهم بارك فيه وأهده إلى الإسلام ثم عينه مؤذنا بالمسجد الحرام إلى أن انتقل إلى جوار ربه فصفية بنت نجدة امرأة أبي محذورة هذا واسمه أوس ابن ربيع الجمحي الذي توفي عام تسعة وخمسين أي بعد فتح مكة بحوالي واحد وثمانين سنة واحد وخمسين سنة رضي الله عنه نعم قالت كان لأبي محذورة قصة في مقدم رأسه إذا قعد وأرسلها أصابت الأرض فقيل له ألا تحلقها فقال لم أكن بالذي أحلقها وقد مسها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده القصة هو الشعر في مقدم الرأس يتدلى على الجبهة وهي كلمة معروفة في مجتمعنا الليبي وأبو محذورة رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده عليها فجعلها تسترسل ولم يحلقها بعد أن مسها رسول الله صلى الله عليه وسلم فطالت واستطالت فسأله بعض الناس بقولهم له مستغربين من إرسالها قائلين له ألا تحلقها وألا هنا للتحضيض فيحثونه على أن يحلقها كما تحض الرجل العاصي على التوبة تقول له ألا تتوب فالهمزة استفهمية ولا نافية ولكن لفظة ألا يستعمل أيضا في العربية غير مركب لفظا واحدا هكذا ألا للتنبيه كما قال الله جل من قائل في حق الصالحين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقد تستعمل للعرض كما قال الله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم فهؤلاء أصحابه حينما حظوه على حظوه وحثوه على أن يقص هذه القصة أبى وأعلمه أنه لن يفعل ذلك لمسي رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وهذا عرفان منه لبركة يد النبي صلى الله عليه وسلم فيما لمست وفضلها عليه وأنه وأنه بهذه اللمسة يرجو أن يكون في جوار النبي صلى الله عليه وسلم في جنان الله الواسعة نعم وكانت في قلنسوة خالد بن الوليد شعرات من شعره صلى الله عليه وسلم فسقطت فسقطت قلنسوته في بعض حروبه فشد عليها شدة أنكر عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثرة من قتل فيها فقال لم أفعلها بسبب القلنسوة بل لما تضمنته من شعره صلى الله عليه وسلم لألا أسلب بركتها وتقع في أيدي المشركين خالد بن الوليد رضي الله عنه هو سيف الله المسلول كما لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج بالمسلمين في غزوة مؤتة ناجين من أن يقع فيهم القتل الكبير بعد سقوط قاداتهم واحدا تلو الآخر زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة فاستطاع رضي الله عنه أن ينقذ هؤلاء الأصحاب الذين كانوا يواجهون عددا كبيرا من الروم ومن كان معهم من نصارى العرب في مؤتة وأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بما كان فأعلم أصحابه في المدينة بما حدث لهم وأن الله سبحانه وتعالى أنقذهم ببركة سيف سيف من سيوف الله هو خالد بن الوليد رضي الله عنه وخالد بن الوليد كان في غزوة أحد أحد قادة المشركين الذين احتالوا على المسلمين وكادوا يوقعون الهزيمة بهم ولكن الله سلم بتبات النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبت معه من أصحابه حتى فر المشركون وعادوا أدراجهم إلى مكة وسلمت المدينة من عدوانهم خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه له يد الطول في نصرتي الإسلام بعد أن أسلم وكان له الفضل الكبير في هزيمة المرتدين حينما رشحه أمير المؤمنين أبو بكر الصديق رضي الله عنه لقيادة الجيوش التي جيشها ووزعها في بلاد العرب لتقاتل المرتدين على رأسهم وسلم الكذاب الذي قتل في معركة اليمامة ثم بعد ذلك كان له الدور الكبير في فتوح العراق والشام رضي الله عنه وقد توفي رضي الله عنه عام واحد وعشرين من الهجرة ويستغرب هو نفسه بعد تلك البطولات الخارقة أن يموت على فراشه كما يموت العير وهو يذكر أنه ما في جسده موضع ما في جسده موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح ولكنه مع ذلك كتب الله له أن يموت على فراشه كما يموت العير وهو مع بطولاته الخارقة هذه يضع رأسه في منامه على الوساذ لينام فتعتريه كوابيس في نومه تفزعه حتى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يعلمه شيئا يدعو به في منامه فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول حين توسده الوساذة لينام أعوذ بكلمات الله التامة من غضب الله وعقابه ومن شر عباده يقولها ثلاثا فما أن علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء حتى ذهب عنه ما كان يفزعه في نومه أعوذ بكلمات الله التامة من غضب الله وعقابه ومن شر عباده ومن هم ذات الشياطين وأن يحضرون والخلنسوة هي الطاقية التي يغطي بها الإنسان رأسه وهي ذات أشكال منها ما هو عندنا يلبس من الصوف أو يلبس من القماش وقد تكون أكبر حجما في بعض الشعوب والمجتمعات وقد تكون أصغر وتجمع على قلانس وعلى قلانيس وعلى قلاس وعلى قلاسي والقلانسوة التي كان يلبسها وجد لما وضعوا فيها من شعر النبي صلى الله عليه وسلم بركة عظيمة جعلته يتحقق له النصر كلما غزى في الكفار فهو في حجة الوداع حينما حلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه أخذ بعض شعره ووضعه في قلانسوته فوجد لذلك بركة فلما كان في إحدى المعارك طارت القلانسوة من على رأسه فترك القتال وجرى نحوها ليلبسها فعجب الناس من أمره فقال إنما فعلت ذلك لأجل ما فيها من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم والحديث أخرجه أبو يعلى ورقمه عنده سبعة ألاف ومئة وثلاثة وتمانون وأخرجه الطبراني في الكبير ورقمه عنده ثلاثة ألاف وتمانمائة وأربعة ورجالهما رجال الصحيح أولماء إبن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أشهد من أن يعرف به لكثرة ما مر معنا في مجالس كتاب الشفة والمراجب المقعد مكان قعود النبي صلى الله عليه وسلم فتبت أنه وضع يده على مكان جلوس النبي صلى الله عليه وسلم ومسح بها وجهه والحديث والخبر هذا رواه ابن سعد كما ذكر السيوطي في مناهل الصفا بتخريج أحاديث الشفا ورقمه عنده ألف وأربعة وأربعون نعم ولهذا كان مالك رحمه الله لا يركب بمدينة دابة وكان يقول أستحي من الله أن أطع تربة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحافر دابة لله ما أجل إمام دار رجرة رضي الله عنه فإنه كان مدرس الروضة الشريفة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظم النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ حديثه وروايته ويعظمه في تدريسه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في بعض المجالس بل يعظم التربة التي تضم رفات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أرض المدينة ويجلها أيما إجلال محبة لمن هو بين جنباتها في تلك التربة صلى الله عليه وسلم فكان لا يمشي عليها بدابة حياء من من أن يطأ الأرض التي تضم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جنباتها بل كان لا يقضي حاجته فيها فيذكر عنه أنه كان يتخذ مكانا في الخلاء خارج المدينة يذهب إليه لقضاء حاجته وهذه محبة وإجلال وشوق كبير لنبي صلى الله عليه وسلم لا يقلل عليه كل الناس وللمحبين من هذا النوع من السلوك شواهد كثيرة فالإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه كما روي عنه ما أثبت في صحيحه حديثا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يصلي ركعتين وإمام دار الهجرة رضي الله عنه وأرضاه ما كان يدرس الحديث إلا بعد أن يغتسل ويتطيب وهذا النمط من السلوك فيه تشديد على النفس لا يصيقه كل إنسان ولكن المحبة والتقدير الكبيرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم تجعل هذا النمط من السلوك ميسرا على نفس الإنسان سهلا تنقاد له نفسه نفسه ولا يتركه ولا يتخلف عن فعله فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا محبة نبينا صلى الله عليه وسلم كما رزقها لإمامنا إمام دار الهجرة رضي الله عنه ولغيره من أئمة الإسلام وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العظام نعم وروي عنه أنه وهب للشافعي كراعا كثيرا كان عنده الكراع المراد به الخيل والأسلحة والذلك أن إمام دار الهجرة رضي الله عنه كان مجسور الحال في آخر حياته تأتيه الأموال من الليت بن سعد فكان يجله لكونه إمام دار الهجرة رضي الله عنه وكان يكرمه الناس ومما كان لديه بعض هذه الخيول التي قد يحتاج إليها الإنسان في سفره فوهبها للإمام الشافعي فعرض عليه إمام الشافعي أن يمسك واحدة منها على الأقل قد يحتاج إليها فأبى أن يأخذ شيئا منها ورد عليه بما كان قد روي عنه من أنه يستحي أن يطع مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحافر دابة يركبها نعم وقال الشافعي أمسك منها دابة فأجابه بمثل هذا الجواب وقد حكى أبو عبد الرحمن السلامي عن أحمد ابن فضلويه الزاهد وكان من الغزاة الرماه أحمد ابن فضلويه كان كثير الجهاد وكان جيد الرمي بالسهام فكان لا يمشك القوس إلا على طهارة لما علم من أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى ذلك ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد رمى بالقوس وكان متوضع وقال بعض أهل العلم لا يمنع أن يكون ذلك في كل استعماله لأدوات القتل والقتال يكون على طهارة حتى ولو كان ضاربا بسيف نعم أنه قال ما مسست القوس بيدي إلا على طهارة منذ بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ القوس بيديه قد أفتى مالك في من قال تربة المدينة ردية يضرب ثلاثين درة وأمر بحبسه سمع الإمام مالك رحمه الله من يصف تربة مدينة رشي الله صلى الله عليه وسلم بأنها ردية ومعنى ردية رديئة قبلتاء التأنيت الهمزة تتقدمها ياء المد تبدل الهمزة ياء ثم تضغم الياء في الياء كما هو الحال في بعض الألفاظ العربية من بينها النسي فالنسي أصله النسي أي التأخير في المعاملات الربوية أو في ما يتعلق بتأخير الشهور عن موعدها كما كانت تفعل العرب فيأتي الحج عندهم في غير وقته الحقيقي المشروع مع ما عندهم من تحريف مناسك الحج وأفعاله قال الله تعالى إنما النسي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما يواطعوا يواطع عدة ما حرم الله فيقرأ هذا اللفظ النسيء بالهمز وهو الأصل وهي قراءتنا ويقرأ بإبدال الهمزة ياءً وإدغامها في الياء النسيء فهذا الرجل المتعجرف الذي وصف تربة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها رديئة أي رديئة ما أعجب قوله هذا إمام دار الهجرة وكيف تكون رديئة وهي ذات نخل وزرع وشات وضرع واتخذها الله سبحانه وتعالى مهجراً لنبيه عليه الصلاة والسلام لنصرة دينه وأهلها الأنصار أهل الخير والبركة وأهل الفضل والمعروف أوجدهم الله سبحانه وتعالى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لتثبيت أصحابه ونصرتهم فكانوا مع المهاجرين أنصاراً للنبي صلى الله عليه وسلم هذه التربة المباركة التي تضم جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم في طياتها كيف توصف بأنها ردية فأمر إمام دار هجرة رضي الله عنه بأن يجلذ هذا القائل تلاتين درة وأصل الدرة المراد بها السوت وهنا المراد عدد الجلدات التي أمر الإمام بأن يجلذها هذا السفيه المغرور نعم وكان له قدر وقال ما أحوجه إلى ضرب عنقه تربة دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم يزعم أنها غير طيبة وفي الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم في المدينة من أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً نسأل الله السلام لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم القرى وسائر مدن بلاد المسلمين من أن يحدث فيها المحدثون ما يؤدي إلى فسادها وتدميرها وتخريبها وزهق أرواح سكانها فهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويه الإمام البخاري في صحيحه ورقمه عنده 1870 كما يرويه الإمام مسلم ورقمه عنده 1370 ومعنى لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً الصرف كما تقدم معنا في أكثر من مجلس فسرت بالتوبة وفسرت بالنافلة والعدل فسر بالفدية وفسر بالفريضة لا يقبل الله منه نافلةً ولا فريضة ولا يقبل الله منه توبةً ولا فدية والعياد بالله ومعلوم أن هذا العمل الشنيع إحداث الفتن في بلاد المسلمين ومن أعظم ما يعرضها للأخطار ويجر عليها الفجار الكفار باحتلالها والوقعة بأهل الإسلام فيها وانظر إلى حروب الخليج الأولى والتانية ومن كان سبباً فيها من أدعياء القومية والوطنية والمسؤولية السياسية وما جروه على المسلمين من تدمير لبلادهم سنوات متوالية متواصلة فما أن تنكف حرب وتكف حتى تبدأ أخرى ويتجدد القتل والقتال وحال بلادنا الليبية في شرقها معلوم حيث يعاني الطفل الصغير والرضيع والمرأة والشيخ العجوز والفتى اليافع الذي ما زال يتأبط كتبه يتوجه إلى دراسته يواجه بأدوات القتال وسفك الدماء دون ما زريرة ارتكبوها بل يمنع حتى عنه الماء والشراب والطعام وكل ما يحتاجه من الدواء ونحو هذا كاللباس فلله هذا المعنى الكبير الذي يتضمنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أعيد الحديث من أحدث فيها حذة أو آوى محدثا وإيواء المحدث قد يفسر بحمايته وإمداده بالسلاح ودعمه بالإعلام والدعاية الباطلة الزائفة له وإشاعة الأكاذيب لتأييده وتغرير الناس في اتباعه وقد يفسر بمجرد الرضا كما قال شراح الحديث إن مجرد الرضا على هذا المحدث الذي فتن المسلمين وخرب دورهم واستعان بالكافرين والملحدين على قصفها بالطائرات وتدميرها فوق رؤوسهم هذا المحدث مجرد الرضا بصنيعه والسكوت عنه يعد إيواء له والعياذ بالله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي شوكة الثائرين المخلصين وأن ينصرهم على الأقوام الظالمين المحدثين للفتن والسرور والآثام نعم من أحدث فيها حذة أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا نسأل الله السلام من هذه اللعنات المتواصلة من الله والملائكة والناس أجمعين فهذا المحدث تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني وحكي أن جهجاها الغفاري أخذ قضيب النبي صلى الله عليه وسلم من يد عثمان رضي الله عنه وتناوله ليكسره على ركبته فصاح به الناس جهجاها الغفاري تقدم معنا في مجلس سابق من أنه تعرض لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما جاءه بعض الغاضبين من مصر ليفرض عليه ما لا يأمرهم ما لا يريده رضي الله عنه ومع ذلك أجابهم إلى سؤلهم فغير والي مصر وعين الذي ارتضوه ولكن الأقوام عادوا إليه رضي الله عنه وهذا جهجاها الغفاري أخذ منه العصى التي هي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يكسرها فصاحبه الناس لا تفعل هذه عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن الرجل في عناده أبى إلا أن يكسرها على ركبته فأصابته الآكلة في رجله فلم يعمر طويلا حتى هلك ولم ينفعه دواء ولا علاج فأخذته الآكلة في ركبته فقطعها ومات قبل الحول وقال صلى الله عليه وسلم من حلف على منبري كاذبا فليتبو مقعده من النار الحلف على المنبر هو من تأكيد اليمين حينما يتهم المرء بشيء وينكر ذلك فيطالب بالحلف وقد يكون الحلف على المصحف وقد يكون عند المنبر وإذا كان هذا منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه من أعظم الأماكن التي ينبغي للمسلم أن يحذر الوقوع في الكذب عندها فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الحلف حنتا عند منبره عليه الصلاة والسلام لما في ذلك من تعظيم هذا المنبر الذي كان يخطب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حال كل منبر في بلاد المسلمين ومساجدهم والحديث رواه أبو داود ورقمه عنده ثلاثة ألاف ومئتان وستة وأربعون وكذلك أخرجه ابن ماجة ورقمه عنده ألفان وثلاثمائة وخمسة وعشرون وصحاحه ابن حبان ورقمه عند ألف ومئة واثنان وتسعون نعم وحدثت أن أبو الفضل الجوهري لما ورد المدينة زائرا وقرب من بيوتها ترجل ومشى باكيا منشدا أبو الفضل الجوهري يكن بأبي محمد وهو الحسن بن علي المتوفى عام 454 إمام صدوق مسند الآفاق هكذا يلقب والأبيات التي استشهد بها حينما جاء إلى مدينة رشو الله صلى الله عليه وسلم هي من شعر الشاعر الكبير المتنبي نعم ترجل ومشى باكيا منشدا ولما رأينا رصم من لم يدع لنا فؤادا لعرفان الرسوم ولا لبا نزلنا عن الأكوار نمشي كرامة لمن بان عنه أن نلم به ركبا الرسم المراج به الآثار من الأماكن والمساكن واللب المراج به العقل النقي والأكوار جمعوا كور وهو للإبل بمنزلة السرج للفرش ونلم به ركبا يعني غير لائق بنا أن نأتيه راكبين فينزل الراكب من على بعيره أو حصانه ويمشي مترزلا إكراما لمن يزوره ويأتيه والمراج هنا ممدوح الشاعر في الأصل وعند الجوهري المراج به النبي صلى الله عليه وسلم والبيتان من بحر الطويل نعم وحكي عن بعض المريدين أنه لما أشرف على مدينة الرسول صلى الله وسلم أنشأ يقول متمثلا رفع الحجاب لنا فلاح لناظر قمر تقطع دونه الأوهام المراج بالقمر هو النبي صلى الله عليه وسلم وإذا المطي بنا بلغنا محمدا فظهورهن على الرحال حرام المطي جمع مطية وهي الناقة يركب مطاها أي ظهرها والأبيات من بحر الكامل نعم قربنا من خير من وطئ الثرى فلها علينا حرمة وذمام الذمام المراد به الحق لها علينا حق وحرمة نعم وحكي عن بعض المشايخ أنه حج ماشيا فقيل له في ذلك فقال العبد الآبق لا يأتي إلى بيت مولاه راكبا لو قدرت أن أمشي على رأسي ما مشيت على قدمي هذا الشيخ الحاج على قدميه تعظيما لبيت الله سبحانه وتعالى حينما يتعجب من أمره أن يحج ماشيا فيصف نفسه بالعبودية وأنه عبد لله بل هو عبد آبق أي هارب لما فيه من البعد عن بيت الله سبحانه وتعالى والعبد الآبق إذا جاء ورجع إلى سيده إنما يرجع ماشيا على قدميه لا يحتفى به بأن يركب على مطية وهو تعليل لطيف بل إنه قال لو استطعت أن آتي على ماشا على رأسي لفعلت تعظيما لبيت الله سبحانه وتعالى واستشعارا لعظمة الله الذي يحج إلى بيته رجاء أن يغفر له وأن يتقبل منه وما أكثر حجاز المسلمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ممن كانوا يحجون إلى بيت الله ماشين على أقدامهم بل ما زال إلى عهد قريب يمر بعض حجازنا من بلاد المغرب مرين ببلادنا ينزلون في كل موطن حجازا على أقدامهم مرتحلون ويقيمون في بعض المدن إقامة مؤقتة وقد ينتقلون بوسائل نقل من موضع إلى آخر وتدوم هذه الرحلة شهورا ولا يرون في ذلك غضاظة حيث إنهم يتوجهون إلى بيت الله سبحانه وتعالى تلك البقعة المباركة نعم قال القاضي وجدير لمواطن عمرت بالوحي والتنزيل وتردد فيها جبريل وميكائيل وعرجت منها الملائكة والروح وضجت عرصاتها بالتقديس والتسبيح واجتملت تربتها على جسد سيد البشر القاضي المراد به القاضي عياد رحمه الله صاحب مصنف الشفا ويبين أن تلك المواضع التي كان يتنزل فيها الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ونفحات الأرض المباركة لا شك أنها تعظم في نفس الإنسان أيما إعظام وذكر العرصات وهي جمع عرصة ليس ما هو معلوم عندنا في لهجتنا العمودة والسارية وإنما الأرض الفضاء التي لا بناء فيها هذه هي العرصة والأرض الفضاء التي لا بناء فيها ولهذا يقال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا في عرصات القيامة أي في تلك الأرض التي ليس فيها سقف وليس فيها أعمدة وذكر أن تلك البقعة هي مدارس آيات أي أنها مواضع لتدريس آيات كتاب الله سبحانه وتعالى وهو القرآن الكريم وذكر أنها مساجد صلوات والمراد بالمساجد مكان السجود فهي أمكنة سجود النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمهاجرين والأنصار نعم وانتشر عنها من دين الله وسنة رسوله من تشر مدارس آيات ومساجد وصلوات ومشاهد الفضائل والخيرات انتشر منها من تشر الذي انتشر لم يبينه هنا وإنما أبهمه وعبر عنه بلفظ من تشر انتشر منه من تشر أي الذي انتشر لكن ما هو لم يبينه وهذا من أسليب العربية في التكثير إذا أراد الإنسان أن يعظم شيئا بالكترة وكترة هذا الشيء يعبر بلفظ مبهم مثل ما هذه نعم ومعاهد البراهين والمعجزات نعم ومناسك الدين ومشاعر المسلمين نعم ومواقف سيد المرسلين ومتبوأ خاتم النبيين حيث انفجرت النبوة وأين فاض عبابها ومواطن طويت فيها الرسالة وأول أرض مس جلد المصطفى ترابها أن تعظم عرصاتها وتتنسى ما نفحاتها وتقبل ربوعها وجدراتها الجدرات جمع جدر والجدر جمع جدار فتكون الجدرات جمع الجمع الجدار وهو الحائط يجمع على جدران وعلى جدر والجدر تجمع على جدرات جمع مؤنث سالم فهو جمع الجمع نعم يا دار خير المرسلين ومن به هدي الأنام وخص بالآيات عندي لأجلك لوعة وصبابة وتشوق متوقد الجمارات الصبابة المراد بها رقة الشوق نعم وعلي عهد إن ملأت محاجري من تلكم الجدورات والعرصات المحاجر مراد بها ما يدور حول العين أي النواظر الناظر نعم لو عفرن مصون شيبي بينها من كثرة التقبيل والرشقات لو عفرن إلى أمرغن ولو عفرن مصون شيبي مصون شيبي أي شيبه شعر رأسه ولحيته الذي هو محترم عنده وله منزل يمرغه حباً لتلك المواضع نعم لو لالعوادي والأعادي زرتها أبداً ولو سحباً على الوجنات العوادي ما يعتري الحياة من العاديات والسرور والأخطار والأعادي جمع عدو نعم لكن سأهدي من حفيل تحيتي لقطين تلك الدار والحجرات أزكى من المسك المفتق نفحة تغشاه بالأصال والبكورات وتخصه بزواك الصلوات ونوامي التسليم والبركات والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم